دلوقتي مشاهدينا نروح لموجز الأهم وآخر الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا بساند التسعى بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ما تليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا للتحادية أنالانا بيباك حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستمرار التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعسكرية كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا الأوضاع في ليبيا وتناول اللقاء أيضا استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ حيث أشدت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور الهام الذي تتطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإقامة حزام شجري حول المناطق التي تتعرض للرياح المحملة بالأتربة والرمال مع مراعاة التنسيق العام لإبراز المظهر الجمالي للعاصمة الإدارية الجديدة كما وجه بأن يتم الإسرع في أعمال اللانسكيب والمساحات الجمالية في مختلف مناطق العاصمة الجديدة جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والتي استهلها رئيس الوزراء بعقد اجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع المسؤولين المرافقين حيث أشر مدبولي إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيطات الزمنية وكذا معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع وعقب الاجتماع استكمل رئيس الوزراء الجولة التفقدية في الحي الحكومي أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1232 متعافية من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 385 ألفا وثلاثمائة وتسعين حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 2145 حالة جديدة ثبتت إيجابيات تخليلها للفارس ومتخوراته لافت إلى وفاة 59 حالة جديدة أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت زيادة قياسية في إصابات كورونا اليومية بلغت 56431 حالة مضيفة أن إجمالي الإصابات بلغ مليون وثلاثمائة وخمسين ألفا وستمائة وثلاثين حالة فيما بلغ عدد الوفايات 7081 حالة بين السكان البلغ عددهم 52 مليون نسمة أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الذي كان قائما وأكد الرئيس سعيد خلال اللقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال وبحضور رئيسة الحكومة النجلاء بودن على احترامه لاستقلالية القضاء لافتا إلى أن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها وأضف أن حل المجلس الأعلى للقضاء واستبدله بآخر مؤقت جاء لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب مشددا على أن المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هي واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروع للشعب التونسي تنعقد اليوم الجمعية الاتحادية في ألمانيا لانتخاب رئيس جديد للبلاد ويتنافس على المنصب كل من الرئيس الحليف فرانك فولتر شتاينماير الذي اخترته أحزاب الاتلاف الحاكم والتحالف المسيحي التي تتمتع مجتمع بأغلبية كبيرة داخل المجلس وينافس شتاينماير كل من الطبيب اليسري جرهارد ترابرت كما أعلن حزب البديل لأجل ألمانيا ترشيح ماكس أوتي فيما أعلنت استفاني جيبار المستقلة ترشح على المنصب هذا وتبلغ مدة ولاية الرئيس الاتحادي خمس سنوات ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط أما رياضيا فحقق أتلاتكو مدريد فوزا مثيرا على ضيفي ختافي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسبانية وبهذا الفوز رفع الأثلتي رصيده إلى تسع وثلاثين نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطة وحيدة ومباراة أكثر عن بواشلونة صاحب المركز الخامس واعتجمد رصيد ختافي عند خمس وعشرين نقطة في المركز الخامس عشر نهاية مجزة تسع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة